رياض ومدارس الوطن العربي مادة التربية الإسلامية درس آداب السفر هيا يا أحبائي عددوا لي وسائل النقل رائعون الطائرة السفينة القطار والحافلة وغيرها ونستخدمها جميعا من أجل ماذا؟ أحسنتم رائعون من أجل التنقل وعندما يتنقل الإنسان من مكان إلى مكان آخر داخل البلد أو خارجها هل تعرفون ماذا يمكن أن نسمي ذلك؟ أحسنتم نسميه السفر إذن السفر هو التنقل من مكان إلى مكان آخر داخل البلد أو خارجه؟ والآن يا أحبائي هيا نتأمل الصور التالية حتى نكتشف معا أسباب السفر رائعون هناك أسباب عديدة للسفر منها أولا الدراسة وثانيا العمل وثالثا العبادة وأيضا للسياحة ونسافر أيضا من أجل العلاج وآخر سبب من أسباب السفر زيارة الأقارب هيا يا صغاري لنفكر معا ما هي آداب السفر؟ أن ينوي المسافر إرضاء الله تعالى وأن يدعو دعاء السفر وأن يودع أهله وأصحابه وأن يعامل الآخرين بلطف واحترام إذن آداب السفر أن ينوي المسافر إرضاء الله تعالى وأن يردد المسافر دعاء السفر وأن يودع الأهل والأصحاب وأن يعامل الآخرين بلطف واحترام هيا يا صغاري افتحوا دفاتركم لكتابة ملخص الدرس